اللعب الكبير لما يبقى نجم كبير وبعدين يطلع من الزمالك يو احنا دي امكانياته برضو يعني في لعيبة عشان كده كنت اتمنى ان سيف جعفر يكمل هنا تفاهم او اسام او يوسف ليه الزمالك برضو مهما ان كان مديا او بتاع اقل بس حيزرق اكتر اللي هناك انت بقى لازم انت عاف الزمالك برضو اما بتلعب جنبك نجوم بساعدوك يا كابتل وبتلعب على هدف بطولة كل حاجات دي بتساعدك زعلت لما يوسف و اسامة نبيه و اسف جعفر يعني ربنا يوفاه ربنا يوفاه يعني فيه زعل ولا حاجة ربنا يوفاه سألا بقولك كانت ان كانتهم هتظهر اكتر هي في الزمالك اه طبعا هقولك كواشي لما جي كواشي بقى اسمه كواشي ليه وهدف ليه كان نجوم معاه جمال اب حميد وانت وانا وقصدي وفاروق جعفر وابراهيم يوسف ومحمد صلاح وعدل مأمور فخلاص فالنهاردة الزمالك لقى بساعد بساعد اي العيب لو انت خمسين في المية ها حيخليك سبعين او تمانين في المية لو انت سبعين تمانين في المية هنا لو رحت لتاني هتلاقي نفسك بتنزل ليه الناس عايزينك انت اللي تكسب انت اللي تعمل مجهود اكتر انت حيبصو لك على قول احنا جايبين اه اسامة او جايبين كابتن طارق او جايبين كذا من نادي الزمالك لنجم كبير لازم هيشيل الفرقة دي طب فوق من وجهة نظرك هم كسبوا ولا خسروا لا تقول لهم هم بقى لا يعني انت انت يعني قول ممكن يكونوا مثلا كسبوا ماديا وخسروا فنيا يعني وجهة نظرك انا ما عارش تفكيرهم ايه هل هم شايفين ان ده اصلاح لهم ان هم عايزين يلعبوا ممكن اه كابتن ممكن لما يكونوا راحين عايزين يبقوا في الملعب هم شايفين هنا ان فرصهم بتبقى ايه ممكن ده بلعبوا كابتن نصر هم بالنسبة لهم يعني مرة اه سي واحد ناس قال لي مبيلعبش سيف ماذا ما بيلعبش طب زي ما بيلعبش طب هو اضام يع في البرامن زي مسلا اه مع دي بقى دي بتاعته بقى دي بتاعته حشب رأيك في القصة كلها رأيي في القصة كلها اه هي وامامه والكلام ده كل ده فراغي ها كبتن احنا بلالة لأ انا بقولك رأيك انت في انتقال او عدم استكمالهم مشوارهم في نادي الزمالك سواك من امام اه كلامك امامي اعتبرش جايه من الزمالك امامي جايه من ميت لاندمي عشان بس الناس بتوعب تهري وبتاع يا جماعة امام عشور كان لعبا في الزمالك والزمالك باع بطاقته خلاص الراجل خلاص لكن هم بتكلم على اثنين لعيبة يعني ولاد النادي وكانوا موجودين في النادي في خلاص يا لا اهي اخلي بالك برضو حتى تولاد النادي دلوقتي قلت الولاء بقى ما مساء الاول رأيك في القصة نفسها القصة ان هم يش يارى ما هقولك ايه مفيش قصة هم خرجوا خلاص بارادتهم ربنا وفقهم نطلقهم التوفيق طب هل هل معيشها اصلاعي 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 انا انا دايما عارف مقدر الظروف اي بني ادم سواء الاب او الاب بس انا بكلامك هل كنت شايف ان لابد ان يتدخل اولاء امورهم في القصة دي بشكل اكبر من كده ولا خلاص بقى الولاد دول عموان الولد اللي عنده 17-18 سنة بيبقى الاب والام يعني السيطرة مش كامل اوي يعني انا بقول لك بصراحة الاب والام ملعوبش اي زنب دول ما يقدروش الابن وصل لسن 17-18 سنة لا ده بتكالف في 20 سنة وانت شفت سيف او يوسف شخصياته مستقلة يعني ما عمل يعني فيش حدة ايه اب اقوله انت عايز يا بقى الحاجة اللي هتريحك مش هيقدر غبه ممكن يقوله المصيحة لكن مش هيقدر يأكد عليه وبعدين بالتوفيه يا كابتن التوفيه وربنا يكرمه اه طبعا ليه نعمل احنا ليه نعمل انت لسه بتتكلم على اولاد النادي ما احنا لو طلعنا اولاد النادي فيه اللي هيلعب وفيه اللي هيمشي وكل واحد يمشي ربنا هو فيه احنا عاطفين بس جامهرنا عاطفية شوية يعني امام عشور مثلا راجل انتقل من ميت لندن لادي الاهلي هو ما كانش لعيف الزمالك وقت ما انتقل خلاص ما احنا بيعنا البطاعة بتاعته وسافر يا سيدك كل حكا لو مقى كبري بقى مش كبري دي مش قصتنا بقى شوف انت بتقول ايه وبعدين ناس زمالك ما بيقفش على عيب بالزبط يعني يعني برضو لازم نحطها النقطة دي مهمة امتى ناس زمالك واقف على عيب ناس زمالك اللي بيعمل ايحد وبيعملنا وعمل هقولك ايه ما انا مش عايز اقولك ان هم اللي الليعبوا في الاول كانوا ايه في الاول صح بين شارقي وساسي وكانوا ايه في الاول ابتادوا كانت الناس بتجمهم في الاول صحيح صحيح لما الفرقة الزبطت راح المعرفين صحيح عموما زمالك هو كل حاجة اه بالزبط اكيد طبعا زمالك اون واخيرا وعموما هل رأي الاغنية الجديدة اللي بتقول لهو باع نجيب له لمون بالنقناع